وسط أجواء يطبعها الترقب افتتحت صباح اليوم الأحد أبواب مكاتب الاقتراع في وجه الناخبين الفرنسيين برسم الجولة الثانية من الاستحقاقات الرئاسية التي تجمع الرئيس المنتهية ولايته إمانويل ماكرون بزعيمة حزب التجمع الوطني ماغين لوبان أديت واجب الوطني اليوم أتمنى أن يتحسن الوضع في جميع المجالات لا سيما العدل والصحة والمستوى المعيشي وإقرار السلم الاجتماعي وهذا هو الدافع الذي حملني على أن أديها مصوتي اليوم فبعد حملة انتخابية حامية الوطيس تميزت بمناظرة تلفزيونية أجمع المراقبون أن كفتها آلت لمؤسس حزب الجمهورية إلى الأمام يأتي اليوم الحاسم لاختيار ساكن الإيليزي الذي سيتولى زمام الرئاسة خلال السنوات الخمس المقبلة أظن أنه من الواجب في بلد ديمقراطي مثل فرنسا أن نساهم في الاستحقاقات التي تمكننا من اختيار من يشرف على تسير شأن العام وقد كان اختياري واضحا منذ البداية من أجل مرشح يخدم مجتمعا متوازنا تسوده العدالة والسلم الاجتماعي ماكرون وليبان الذين ألقيا بكامل ثقالهما في معركة الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية بذل مجهودا مضاعفا في استمالة المترددين وناخبي اليسار لا سيم أولئك الذين صوتوا في الدور الأول لليساري جونلوك ميلانشون وتبقى نتيجة هذا الاقتراع إذن مفتوحة على جميع الاحتمالات